أكد المركز الأعلمي لمجلس الوزراء أنه لا صحة لإصدار قرار بتطبيق نظام التحسين على طلاب شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي وأوضح المركز الأعلمي أن تطبيق نظام التحسين على طلاب شهادة الثانوية العامة يتطلب تعديلا تشريعيا على قانون التعليم مشددا على أنه سيتم الاكتفاء بالدورين الأول والثاني فقط إلى جانب تأجيل الامتحانات لطلاب المصابين بفيروس كورونا للدور الثاني وذلك مع حقيتهم في الاحتفاظ بالدرجة الكاملة بشرط تقديم مستند طبي رسمي يثبت الإصابة وقت عقد الامتحانات